سنبدأ من هذا الفيديو سيدة العقيد حاتم بداية نريد أن نعرف معلومات عن هذا السلاح الذي يستخدم لأول مرة في المعركة وهو السهم الأحمر هو صاروخ موجه بالتحديد نعم حقيقة السهم الأحمر هو من الجيل الثاني من الصواريخ صنع عام 1980 تعتبر الصين والباكستان هي من الدول الرائدة في عملية تصنيع هذا الصاروخ هذا الصاروخ المدى ماله ما يقارب من 3000 إلى 4000 متر القطر مال الصاروخ 120 السرعة الإتدائية 220 متر بالثانية الوزن ماله ما يقارب 25 كيلو طول الصاروخ ما يقارب متر ونص تقريبا ويستخدم لتدمير العجلات الآلية والمدرعة استخدمه بشكل كبير جدا في حرب البوسنة والهرسك واستخدمه من قبل البيشمرقة في شمال العراق واستخدمه في الحرب السورية وما يجري من حرب في داخل سوريا يعني يعتبر هذا السلاح هو فعال جدا في تدمير القطعات الآلية والمدرعة لا شك بأن استخدام هذا الصاروخ في هذه الفترة يعتبر هو إضافة وتسليحية هذه أول مرة يستخدم فيها نعم هو أول مرة يستخدم لم يدخل المعركة من قبل نعم هذه أول مرة يستخدم من قبل فصائل القسام وهو يعتبر إضافة تسليحية بالنسبة للقدرات واضح أن الجنود يعرفون ماذا سيأتي إليهم لذلك يهربون ويهرعون من هذه المدرعة المستهدفة إلى منطقة أخرى نعم لا شك بأنه عندما نتكلم نتكلم عن ثلاثة آليات موجودة في المنطقة ونتكلم عن الاستهداف الآلية التي هي الآلية الهندسية التي تم تدميرها ونرى بعملية الهرول التي جاءت للجنود في هذه المنطقة هذا الصاروخ يعمل بالوقود الصلب ويستخدم لضرب الآليات وضرب التجمعات الآلية والمدرعة بس بشكل عام استخدام هذا الصاروخ يعني إضافة كبيرة جدا بالنسبة للفصائل لماذا هو إضافة؟ هذا هو الصاروخ وهو يوجه بالسلك نعم هو صاروخ حراري يوجه بالسلك وبالتالي نرى بأن عملية الإطلاق واضحة جدا وعملية الإصابة كانت دقيقة من خلال عملية التصوير طيب لماذا هو إضافة في هذه المعركة؟ لأنه المرة الأولى وهو تطور استراتيجي أم تكتيكي؟ نعم هو المرة الأولى الذي يستخدم هذا الصاروخ في هذه الحرب مما يعني بأنه قد تتواجد الكثير من هذه النوعيات أو كثير من الصواريخ التي لم تظهر لحد هذه الفترة مما يعني بأن استخدام هذا الصاروخ بمعنى دخول سلاح جديد إلى هذه المعركة وهو تهديد كبير جدا للقطعات الآلية والمدرعة ولماذا الآن؟ لماذا لم يستخدم من بداية المعرك؟ هذا يتعلق بقيادة المقاومة والتكتيك أو الاستراتيجية التي تعمل بها المقاومة في عملية الاستداف عندما تكون هناك أهداف ثمينة وبعيدة لا يستطيع الوصول إليها من خلال لياسين للمدى ما لم يقارب 150 نحن نتكلم عن 3-3 متر معنى 3-3 إلى 4 معنى نتكلم عن 4 كيلو وات فيمكن أن يستخدم من مسافة بعيدة لضرب أهداف حيوية ومهمة وهل الهدف الذي ضرب في هذه الحالة يعتبر هدف حيوي يحتاج إلى أن يدخل سلاح جديد المعركة وهو المدرعة أوفيك كاربيت نعم هذا بداية يعود إلى تقدير المقاومة في هذه القضية أولا هذه الآلية الهندسية التي تكلم عليها هي تقريبا أشبه بكاسحة الألغام التي تقوم بكسح الألغام وفتح الطرق أمام القطاعات الآلية والمدرعة فيها قاعدة صواريخ فيها أكثر من 20 يعني هي قاذفة أيضا قاذفة صاروخ نعم قاذفة صواريخ أرض جو فيها أكثر من 20 صاروخ هذه صور لهذه الآلية نعم نتكلم عن آلية مدرعة هذه نعم لأنه الآليات تختلف من واحدة إلى أخرى يعني نتحدث عن آن أوفيك كاربيت لماذا سميت كاربيت وهو يذكرنا بالقصف السجاد الذي يمسح منطقة بأكملها نعم أنا أعتقد بأن التسمية بعيدة عن قضية القصف لأن هذه الآلية ليست لها يعني مثلنا تقول تأثير في عمليات القصف التي تجري هي تستخدم لمعالجة الأهداف الجوية ويمكن أن تستخدم لمعالجة أهداف حيوية مباشرة أما بالنسبة للقصف الذي تكلم عليه يمكن أن يأتي من خلال القنابل التي تصل إلى الفيض يمكن أن تستخدم من خلال المدفعية يعني هذه الصواريخ التي تتحمل وهذه الألية لا تستخدم في المعركة؟ لا تستخدم في المعركة ولكن تستخدم لمعالجة أهداف محددة لا تستخدم لعملية تدمير ببرمجة في المنطقة ولو أن الجيش الإسرائيلي في هذه الحارب حقيقة تجاوز كل السياقات والقياسات في عملية استخدام الأسلحة بحيث استخدم جميع الأسلحة لعملية التدمير الممنهج في قطاع غزة وبالتالي استخدم جميع ما لديه من أسلحة ومن ترسانة في مسألة تدمير البنى التحتية وتدمير المدن أو المناطق التي توغل فيها أيضا يلاحظ أن الجنود يهربون من آلية إلى أخرى يعني هل هذا هو التصرف السليم في هذه الحالة وهم يرون صاروخا موجها باتجاهها الآلية التي استهدفت؟ السياق الطبيعي عندما يكون هناك قصف أو عملية استهداف لآلية مدرعة مباشرة يتم الإنبطاح في نفس المكان بحيث يتم أقرب ستر ممكن قريب يمكن أن يستخدم ويمكن أن يتم الإنبطاح في هذه المنطقة لمراقبة تطورات المعركة ولكن هذه العملية رافقتها عملية أخرى وهي عملية القصف بصواريخ الرجوم بهذه المنطقة مما يعني بأنه التجمعات التي نراها أصبحت تحت مرمى القدائف الصاروخية فصال القسام بأن هذه المنطقة بعد أن تم القصف بهذا الصاروخ مباشرة تم قصف النجدة وتم قصف القطاعات الموجودة بصواريخ الرجوم مما يعني بأن العملية مركبة باتجاهين أولا استهداف مباشر لهذه الآلية الهندسية ثم بعد ذلك قصف من خلال منظومة الصواريخ يعني عملية كهذه ونحن نرى عدد كبير من الجنود ليس بالعدد القليل ما المتوقع في الخسارة البشرية بالنسبة للإسرائيليين نعم هذا يعتمد على سقوط الصواريخ والقنابر في هذه المنطقة ومدى تأثيرها على القوى البشرية المتواجدة في حدود هذه المنطقة الجغرافية ولكن السؤال هو كيف يريد جيش الاحتلال أن يقوم بإعلان النصر أو إعلان تدمير قدرات حماس والعمليات العسكرية بهذا المستوى بهذا التصوير وبهذه الكيفية أنا أعتقد بأن هناك مشكلة حقيقية لدى جيش الاحتلال وهو يحاول أن يهرب إلى الأمام لأنه هناك مشكلة في تحقيق أهداف الحرب وبالتالي هو يحاول أن يسوق مثل هذه الدعايات ولكن هذه الصور وهذه العمليات التي تنفذ بهذه الدقة المتناهية تعطي دلالة واضحة على أن الواقع هو واقع آخر ليس الواقع الذي يتكلم عنه نتنياهو وجيش الاحتلال ترجمة نانسي قنقر